السلام عليكم تعرف عن الأسود بأنها حيوانات قوية ودارية ومحبة للهيمنة ولكن يقبع خلف هذا المظهر الشرس لتلك القطة الكبيرة حقيقة كونها حيوانات اجتماعية تعيش في مجموعة مترابطة تعرف باسم الزمرة وفيها ترعى الإناث أشبال بعضهم البعض بل وترضعهم في حين يتخلى الذكور عن رعاية النسل يعرف عن الأسد القوة والشراسة والشجاعة وتبلغ قوة زئيره 114 ديسبل وهو ما يقارب قوة الرعد ويسمع من مسافة ثمانية كيلومترات تقريبا يتجدد البحث عن آثار أسد الأطلس في إقليم خنيفرا بالأطلس المتوسط بعد انتشار شائعات حول هجومه على أحدى رعيات الماعز بعدما كانت في السابق أخبار عن رؤيته في مناطق متفرقة لكن هل فعلا يوجد أسد في جبال الأطلس أم لا؟ السلطات المغربية والباحثون يبذلون جهودا حثيثة في تعقب الأسد الأطلسي الذي يعود آخر ظهور له في الغابات المغربية إلى أربعينيات القرن الماضي وعلى خلفية هجوم جديد على قطيع من الغنم في المنطقة ذكرت مصادر مطلعة أن السلطات المحلية بحضور القائد والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وعناصر المياه والغابات تشرف على حملات تنشطية باستعمال طائرات الدرون بحثا عن الأسد وبعدما ارتكز فريق أمود على شهادات مواطنين أفضت إلى تفاصيل دقيقة عن أسد الأطلس يراهن على اكتشاف هذا الأسد منذ وقت طويل باعتباره رمز المغرب على مستوى العالم وتعتبر محطة إقليم إخنيفرى منطقة لتكثيف البحث عنه والنتائج الأولية تقول إنها جد مشجعة وتشكل سابقة في تاريخ البحث عنه وأكد الحسين فوزي مدير ومنتج برنامج أمود أن الشهادات التي تم الحصول عليها من المواطنين هي جد قوية وموثوقة للغاية والتفاصيل التي تم تقديمها لا يمكن أن تأتي من فراغ دون مشاهدة هذا الحيوان النادر بالعين المجردة مشددا على أن هناك مواطنة رأت أسد الأطلس وسمعت صوته وعند الحديث معها لاحظوا أنها تعرف صوته بدقة كبيرة كما أن المواصفات التي قدمتها حملت تفاصيل مطابقة بشكل كلي وأضاف فوزي أن هناك شهادة أخرى لمسن في المنطقة تحمل مواصفات ومعطيات لا يمكن أن يقدمها أي شخص حول أسد الأطلس المغربي إلا إذا كان فعلا قد شاهده مباشرة موضحا أن فريقه لن يأتي إلى عين المكان دون لمس جدية بالغة القوة في الشهادة المقدمة ويقول فريق البرنامج المكون من ثلاثة أشخاص أنه وجد أثارا قوية لأسد الأطلس في تلك المنطقة وبعض الآثار الأخرى يتم التحقق منها حاليا وتم وضع كاميرات مراقبة في العديد من المناطق وينتظر أن تظهر نتائج أولية جديدة رغم الصعوبات التي تعترض عملية البحث أهمها شساعة المساحة التي تمتد وسط الأطلس المتوسط وقد انتقل طاقم برنامج آمود المهتم بتقف آثار أسد الأطلس للمنطقة للبحث في صحة خبر ظهور أسد الأطلس من عدمه وبين المتحدث سالف الذكر أن الفريق متأكد ولا يزال على يقين كبير بوجود أسد الأطلس المغربي وهو الحال لدى النمر المغربي والبحوث التي نجريها حاليا تقوي آمالنا بقوة وعودة إلى الآثار المستكشفة حول أسد الأطلس فسر منتج أمود بأن هذه الآثار تم التأكد من كونها حديثة وتطابق حجم قدم أسد الأطلس المغربي إذ تفوق تسعة سنتيمترات مشددا على أن هذا الأمر يتزامن مع شهادات غير مسبوقة للساكنة وهو ما يقوي فرضياتنا وفيما يهم شائعات هجوم أسد الأطلس على راعية غنم بالمنطقة أكد فوزي أن لقاء الفريق بالفتاة تبين من خلاله صحة تكذيب الجماعة الترابية المعنية وأن الهجوم تم من قبل حيوان الخنزير وخلص المتحدث سالف الذكر إلى أن فريق البرنامج يحس فعلا بقرب اكتشاف أسد الأطلس المغربي كما أن تحقق هذا الأمر يعد حدثا مهما بالنسبة للمغاربة جميعا أتمنى أن ترى هذا الغابة كاملة فيها 40 كم متر كاري من أدقل لأدقل Zone قد يقلون أن هناك محدد من أزالة شائعة والبراكت نعم هذا المحمية وهذه تكون في الاحلال نعم نعم وانتو أدخل في الاحلال نعم تنطبون من المسؤولين ونعمروا في هذا المهم كانوا يعيشون ذلك نعم لن تقرأوا خايفين أدتهم الثاني في الليل لا أدتهم في الليل دابا يدخلوا دريم عاد ثمانية ثمانية جيت في الليل خلاص كتمشي معا الساعة كي غا توصل الوقت راحنا متنقرروا دريقاء دابا الحالة ديالنس مور جبار كيدار مخلوعين هل تنسي؟ هكيني الناس وكيني دردم لديا من الخلاص الأخيرة لقد قمت بها قامت باتهم لم اتشو مخفوطة الليل حين تقررين اليساب مخفوطة وقامت باتهم يجب أن يكون هناك أسعار لأنه يكون في الإطار أريد أن يكون بريئاً أعطيناه لا أشتاء لأنه لا يوجد الأمر أردت ومعرفت بقي لا أشتاء أجبت الحدود من الشواري ومعرفت المنازل لقد اتصبحت هادي. ايه. مدست وطلعت من هنا يعني هاد الصور هادا. بقيت شاد فيه البيل هو ناسرة. بقيت حركتها تزيبوزة مزيان كما ايه. باش دي لحس. ايه. او ناض وتحرك و بقيت شاد فيه البيل تدخل الوان. من هنا ده بقريب لي كان حققتين. كانت شوف فيه مزيان. ايه. ما كانش. لا ما كانش لمزيان. سبع سبع سبع. واحد الموضوع اللي هو حساس بعض الشيء. اه لم يتقبله بعض المتابعين وبعض المشاهدين. الا وهو تواجد اه اسد الاطلس بالمغرب. فبعدما اكد العلماء والمختصون والمتابعون ان هاد الحيوان المفتريس قد انقرض اواسط القرن الماضي في المغرب. اه. طبعا الحال بعد ما كدلك من خلال اه. من عدم المشاهدة ديالو. وعدم يعني الظهر ديالو للعيان منذ زمن بعيد لهوالا. النمير والحاوانات الاخرى المفتريسة. اه. اه. فهنا استثني طبعا الديب والضبوع والحاوانات الاخرى التي لا تزال موجودة بالمغرب. فبعد ما وقع هاد شيء اه. اه. تفاجأ المتابعون في الحلقة الاخيرة من الموصلة البطاش بانه. هناك احد شهود اه. اه. بمنطقة الاطلس الكبير. اه. صادف عن طريق يعني الصدفة اه. اه. ما يعتقده هو اسد. فالحلقة هي عبارة عن بحث عن هذا الشاهد الذي لم نكن نعرف في البداية لا اسمه لا المكان الذي يسكن فيه. ولكن بعد التحريات وبعد التقيق الاخرى استطعنا اننا نلقاو المكان ديالو والبالدة ديالو. واستطعنا اننا نلقاوه هو شخصيا اللي لقناه انسان يعني تبارك الله واعي وانسان متفهم وانسان دكي تبارك الله فا اكد لنا انه شافه ورناه للصور ديال الحيوانات الاخرى. فاستطعنا انه يأكد لنا انه شافه اسد. و المزيد من التأكيد وليطمئن القلب كما يقال اه فا ديناه لحد قاد الحيوان ديال 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 تمرق باش يشوف رأي العين فاصفاص هذا الحيوان هذا ويتعرف عليه. وطبعا ما الدنياش مباشرة الاسد ديناه للحيوانات الاخرى باش نتأكد انه ما شافه لاطبع ما شاف على وداية الاخرى فا مباشرة بعد ما شاف الاسد قدامه قال هذا اللي شفت إنما هذا اللي شفتنا صغير على هذا. بعد ما دلنا التحرية لقنا فعلا بأن أسد الأطلس الحقيقية والبلدية بين القوسين كما قدروا نسميه هو في الحقيقة هو أسد صغير مقارنتين بالأسد المهجن الموجود في الحدائق بحكم أن الأسد الموجود في الحدائق يعني مهتم به وكي اعتنوا به يومياً وكي يأكل زمان ما كلا يومياً صحيح إلى آخره فلذلك كان القوه كبير وضخم إلى آخره. أكثر يعني من خمسين كاميرا ليلية يعني شراها غير بهذا الخصوص باش نقلبه على الإمكانية دي التواجد دياله لأن كاميرا واحدة ما كافياش تعشر الكاميرات ما كافياش فهذا الامتداد وهذا المساحة الشاسعة فنتمنى إن شاء الله صديقين أن تظهر تكون المفاجأة يعني سارة خصوصاً وأن وسود الأطلس في قطر أبانوا عن هذا يعني فرحوا الشعب المغربي فإحنا بنا نفرحوا هال المكون ديال المغربي بجميع مكوناتهم.